بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا طلبنا الآزاء طلاب الصف الثالث الاعدادي أهلا وسهلا ومرحبا بكم معاكم الاستاذ وليد يسري من قناة الرياضيات أولاين إن شاء الله النهار رضا نحل بإذن الله محافظة سهاج للصف الثالث الاعدادي في الرياضيات هندسة وحساب مسلسات وإن شاء الله هنبدأ على الأول سال بقول لي اختر الإجابة الصحية بين الإجابات المحطة بصه شاب بقول لي إذا كان الجاء سين على الثنين بيسعوا نص حيث سين على الثنين قياس زوا ايه قياس زوا يحد ايه دعم مستع Tenemos توق عهزة هي studio حادة يعني معناها إن السين على الثنين دي زوا يحد معصولة ما بين صفر وتسعين تعني لو قتني التسعين أشرها على طول من غير مفكر يعني لو قتتك تسعين في الاختيار بخلص شيلها منها Becky طيب بيقول لي فإن السين بتسعوا نقط قلتو له ثانية واحدة إيه ده جاء انسا ان دي سينة على الاتنين احتبر ان الزاوية دي سينة على الاتنين احتبارها كده انسا ان هي قيمة قيمة مقسومة على اتنين احتبارها بس ان هي كلها هي تمام قال للزاوية بتاعتك بتقول لي جاء سينة على الاتنين بيساوي نص سينة على الاتنين بيساوي نص طب ايه الزاوية اللي اتجا بتاعتها بنص يا مستر انا عارف الزاوية اللي اتجا بتاعتها بنص هي التلاتين هي ايه شباب هي التلاتين يعني معناها سينة على الاتنين بيساوي تلاتين. سينة على الاتنين بيساوي ايه? تلاتين. انسى. لو مش عايز تقول هي بتساوي تلاتين. يبقى الزوية طلعت تلاتين. طب الهي دي خلاص اللي هي مين اصلا? اللي هي يا شباب اللي هي سينة على الاتنين. يبقى سينة على الاتنين بيساوي تلاتين. طب هو بيقول لي اوجي قيمة في الناسين. عايز قيمة سين. اقول له خلاص طرفين فوسطين يتعلمنا يا شباب. تلاتين في اتنين بيساوي كام? ستين. وصين في واحد بسينة. بقى سين بيساوي ستينة. بقى السين طلعت عندك بكام? بستين. الصين طلعت بكام يا شباب بستينة وحد يغلط. يقول لجاة نا الجاة. ايه زاوية اللي الجاة بتاعتها بنص يبقى التلاتين يبقى خلاص خلصة. لا دا هو بقول لك هات قيمة السين. هات قيمة مين? السين. قلت له خلاص يبقى سين على الاتنين دي بتساوي تلاتين. طرفين في وساطين واجيب قيمة السين. تمام يا شباب في اي مشكلة? تمام كده الاختيار الاول بيكون ستين. محيط المربع الذي مساحات سطحه مية سنتيمتر وبع يساوي كام? اقول له سانية واحدة يا مستر. انت مديني مساحة. انا بعرف ان مساحة المربع بتساوي طول الضلع. في مين يا شباب? طول الضلع في نفسه. تمام? طول الضلع في نفسه. طب دي مية مساحة سطحه مية. طب الا اضربه في نفسه يدينا مية. طبعا كلنا عارفين ان عشرة في عشرة بيساوي كام مية سنتيمتر مربع. يبقى طول الضلع قطلع بالكامي ويبقى طول الضلع بيساوي عشرة. تمام يا مستر؟ طب Woe استفاد نعمل الكلام ده? هو مش عايز منا بطول الضلع ده وهو مش عايز طول الضلع ده هو عايز المحيط طب خلاص احنا عارفون القانون المحيط محيط المربع بيساوي طول الضلع في أربعة. طب طول الضلع انا جبته عشرة. يبقى عشرة في اربعة بيساوي اربعين سنتيمتر. يبقى الاختيار بتاعك هيكون بازن الله اربعين. طيب اللي بعده? بيقول لي ازا كان المستقيمان اللزان ميلهما ميلهما كام? اللي ميلهما بيساوي سالب اتنين على تلاتة وكاف على ستة. قلت له حلو خالص طب ايه المشكلة? قال لي الميل بتاعك انا بالدهونك الميل بتاع الاول والتاني. بس خلي بالك من حقيقة. قلت له ايه? قال احنا اتفقنا وعرفنا. لما اسمع كلمة مستقيمان متوازيان او مستقيمان متعامدا تجي في دماغي حاكتين. لو قل متعامدا يبقى ميم واحد ضرب ميم اتنين بيساوي ايه يا شباب? بيساوي سالب واحد. قلت له حلو خالص. يعني ايه المطلوب يا مستر? هو عزق متكاف. الميم واحد مدهلك بكام? سالب اتنين على التلات. حلو خالص فيه. ميم اتنين بكام? ميدهلك بكام? ستة على كاف. حلو خالص تمام يا مستر? بيساوي سالب واحد. اضرب عادي. اضرب عادي. كأنك بتحلي مسألة عادية. سالب اتنين في ستة. سالب احد ممكن يختصر يا مستر ممكن يختصر ستة وتلاتة. لا يا عما انا ما معرفش اختصر. خلاص اضرب. سالب اتنين في ستة بكام? يدينا سالب اتنشر يا مستر. على. تلاتة في كاف. بتلاتة كاف. بيسوي سالب واحد. يلا يا شباب ساوي طرفين في وسطين. سالب اتنشر في واحد. بسالب اتنشر يا مستر. بيساوي تلاتة في سالب واحد بسالب تلاتة كاف يا مستر. تلاتة كاف في سالب واحد في سالب تلاتة ايه? كاف. يدينا سالب تلاتة كاف. بعد كده يا مستر نعمل ايه? طب انا هزخر اخلص من قدام الكاف يا شباب سالب تلاتة. من القسم على سالب تلاتة الايه? للطرفين. يبقى هقسم هنا على سالب تلاتة. وهقسم هنا على سالب تلاتة يلا سالب على سالب بموجة باثنشر عالتاتة فيها الكام الاربعة سالب على سالب بموجة بتلاتة عالتاتة فيها الواحد يدينا كاف كاف طلعت بكام يا شباب كاف طلعت باربعة يا مستر طب ثانية واحدة هتأكد انا مبسطدش في الاختيارات اتأكد ان الحل بالكاف موجود اربعة لا اه يا مستر ده موجود اربعة يبقى خلاص الحل بتاعك ايه الاختيار رقم واحد طيب يا مستر السؤال اللي بعده يبقى الاختيار الاول بتاعك الحل هيكون الاختيار رقم واحد اللي هو ايه الاربع عشر طيب بقول لي في الشكل المقابل طول الف جيم بيسوي كام قلت له سنة سنة استنى قال لي ايه قلت له الف به جيم ده مسلس قامة زاوية في الف تمام وفي زاوية ستين يبقى الزاوية دي كام زاوية دي تسعين وستين كام يا شباب ده مية سوى مية وخمسين فضل كام عن مية وتمين يبقى دي بتلاتين ايه يا مستر طب ايه يعني معناها هي الكلام ده بص يا شباب حطها في دماغكم حطها في دماغكم دايما الضلع المقابل للزاوية تلاتين بيسوي نص الوتر الضلع المقابل للزاوية تلاتين بيسوي ايه نص الوتر اهو دي الزاوية تلاتين من المقابل لها الف جيم بيسوي نص الوتر الوتر كام تمانية سنطي بقى نصه بكام نصه باربعة فبقى مستر لما شفتش الاختيار تتاكد ان في اربعة اه دي في اربعي وخلاص. فهدتاني قال لي يا مستر. قلت له نعم. انا مش هجيبها بالطريقة دي. هتجيبها بانهي طريقة. اللي هنجيبها من قانون الجا والجتا. اجيبها من قانون الجا والجتا. قلت له يا حبيبي التطريقة دي اسهل. يعني دي اسهل. ليه تتعب نفسك. قال لي انا عاز اتعب نفسي. قلت له خلاص. يلا اشتغل. انت مديك الوتر. مديك ايه? مديك الواتر. ومديك الزاوية تلاتين. الزاوية تلاتين. طب انا عاز اجيب. انا هو واحدة اللي فيها الجاة اللي فيها المقابل على واتر. قال لي يا مستر ده الجاة اللي هي فيها المقابل على واتر. اقول له جاة تلاتين. بيساوي مقابل الف جيم. على الواتر اللي هو تمانية. كله تمانية اللي هو به جيم. طب تمام. جاة تلاتين بيكان بنص. بيساوي الف جيم. على تمانية. طب ماش حالو خالص. تمانية في بتمانية واتنين في الف جيم باتنين الف جيم. بيسوي تمانية. طب انا عايز الف جيم بس يسوي تمانية على الاتنين. بيسوي اربعة. طب ليه هاي بتتعلي نفسك هو عايز يتعب نفسه خلاص مفيش اي مشاكل. تمام يا شباب? طب خلاص. احنا خلاص اتفقنا. لو عندك مسلس قائم. زاوية ستين والتانية تلاتين يبقى بضلع المقابل للزاوية تلاتين بيسوي نص الوطن. نص يا شباب نص الوطن بدي تحطها في دماغكم ما تنسوهاش. تمام يا شباب اول هتنسل ايه المعلومة دي. ونخش على المسألة اللي بعد كده. وبعنا يا شباب استوعان رحم حتى يقول لي في الاغتياري معادلة الخط المستقيم الم paar بنقطة العصس. استنى كده استنى استنى في حاجة ما نستفيد من مار بنقطة العص louix يعني مفيش جهزة مقتوع. احنا مش عافين يا شابب ان صاد بتساوي مين سين زاوية دي معادلة الخط المستقيم ايوة مستر عارفين كده طيب بيقول كلمة المار بنقطة العص اول ما تسمع كلمة المار بنقطة العص يبقى تلغي يمسين. تمام. انت قلت له قلت له معادلة المستقيم المار بنقطة رأس وميله واحد. ميله ايه واحد يعني المين دي اشيله حط مكان هوا كام يا مستر حط مكان هوا. يبقى صاد بيسوي واحد سين. ما هي خلاص الواحد مش لازم تكتب يبقى صاد بتسوي سين. يبقى معادلة المستقيم اصبحت بالشكل ده. صاد بتسوي سين. عندي يا مستر صاد بتسوي سين. اه. عندي الاختيار رقم واحد. تمام يا شباب? سهل سهل جدا. وفوش اي ما شايفين. بس الكل اللي في اللي انت هتلاحظه فيه. لما اقول لك المار بنقطة رأس بشيل الجيم على طول الغيهة. طيب. ازا كانت الاطوال تلاتة وسبعة والام هي اطوال اضلاع مسلس. فان لم يمكن ان تساوه كام. ايه ده مستر? ده اسألة تراكمية دي. ده احنا ما خدناهاش ممكن في ملحك تلتة اعداد. لا يا بص يا شباب. دايما في اختبار امتحانات الشهادات بيحطوا مسائل تراكمية. وخصوصا الصف السالس اللي عدد عشان نركز. طب اجيبها ازاي دي واعرفها ازاي? بص يا شباب يقول لي الاطوال تلاتة وسبعة والام هي اطوال مضلة اطوال اضلاع مسلس فان لم يمكن ان نساوه كام. بص يا شباب عشان يبقى مسلس لازم طول الضلعين الصغيرين طول اتنين الصغيرين الضلعين الصغيرين يبهوا اكبر من الضلع الكبير. اكبر من مين? الضلع الكبير. طب هاعرفها ازاي يا مستر دي. واخدها واحدة واحدة. اخدها واحدة واحدة. انا هشوف الثلاثة الاول هجرب الثلاثة. اصبحت الاضلاع. اتنين الصغيرين كم يا شباب? تلاتة وتلاتة يا مستر. تلاتة وتلاتة ستة. طب الستة اكبر من السابعة? لا يبقى التلاتة مش هتنفع. تمام? خلصنا من التلاتة مش هتنفع. طب نشوفيه السبعة يا مستر. هتبقى الاطوال بتاعتك تلاتة سبعة سبعة. تعالنا ناخده الاتنين الصغيرين طب يا مستر دا في اتنين قد едировать. خد خلاص اللي اتنين دول. تلاتة وسبعة كام? تلاتة وسبعة يا مستر هشرة. والتالت سبعة. طب فيه اتنين اكبر من التالت. اتنين يحتور الصغيرين اكبر من التالت. يبقى خلاص الحل بتاعك مدام فيه اتنين اكبر من التالت. يبقى خلاص دي هو ده الحل. يبقى الحل هيبدأ سبعة. طب سانية يا مستر انت انت ممكن تكون بيتضحك علينا. طب ما نكمل ونشوف. انتون خلاص كمل طيب. يلا اخد الرابعة. خد التالتة. تلاتة سبعة اربعة حلو خالص يلا نشتغل يا شباب احنا قلنا لازم اتنين الصغيرين اكبر من الضلع التالت طب دي تلاتة دي اربعة تلاتة واربعة سبعة هل هي اكبر من السبعة لا يا مستر ده بتسويها يبقى غلط تعالنا ناخده الرابع عشان نتأكد ان المستر ما بيتحكش علينا تأكد ان المستر ما بيتحكش علينا طب تلاتة سبعة عشرة اخدنا الرابع اتنين الصغيرين تلاتة وسبعة كام تلاتة وسبعة عشرة يا مستر طب العشر اكبر من العشر. لا يا مستر ده مش اكبر من العشر. يبقى ده كمان غلط. يبقى الحل بتاعك ان شاء الله هيكون ايه? سبعة. ونخش بعد كده على الاسئلة المقالية. ومعنا يا شباب في السؤال التاني كده في الاسئلة المقالية بيقول لي ازا كان الف. عطيني نقطة الف اللي هي كم وكام يا شباب قال اتنين وثلاثة. هلو خالص? هي منتصف. سان يا مستر. اول ما اسمع كلمة منتصف. يجي في دماغي القانون المنتصف. اول ما يجي اسمع كلمة منتصف. يجي في دماغي القانون ده اللي هو بتاع المنتصف. قانون المنتصف كان بيقول ايه? منتصف. اي قطعة. اي قطعة. كان بيساو ايه? كان بيساو ايه? كان بيساو ايه يا شباب منتصف اي قطعة? كان بيساو يا مستر افتح قوس. سن واحد. زائد سن اتنين. على اتنين. وصاد واحد. زائد صاد اتنين على لاتنين. ايه ده هلو خالص تماما? يعني انت حفظ القانون كويس برافا عليك. طب اللي بعده. اذا كان الف اتنين وثلاثة هي منتصف بهجيم. حيث جيم سالب واحد وتلاتة. عطي الجيم كمان قال له الجيم دي بتساوي سالب واحد وتلاتة. حلو خالص يبقى جيم بتساوي سالب واحد وتلاتة. طيب يا مستر هنعمل ايه? هو قال لك مين منتصف? قال لك ان الف هي منتصف بهجيم. يعني انت عندك قطعة مستقيمة كده. الف في النص ولي هاتبره المنتصف بهجيم. قطعة مستقيمة بهجيم. يبقى قانون منتصف نقطة المنتصف دي هشيل الكلمتهيون دول حط لحيا النقطة بتاعت المنتصف. واشتغل حل encont لاجل حل عادي. طب ازاي يا مستر قالوا هنحل لي مع بعض. يالله يا شبب نحله مع بعض. بيقول لي انا خلاص. حطيت في دماغي قانون منتصف اسمع كلمة منتصف. انا حافظ قانون منتصف يا شبب. حافظ قانون ايه؟ المنتصف. هحل زاي. وقلت له حلو خالص. طب سانية واحدة في مشكلة يا مستر. احنا الجيم عارفين هسالب واحد. وتلاتة. ماشي. طب والبيه يا مستر مديها لك اللي بيه? مديها لك اللي بيه? لأ ما مديهنش للبيه يا مستر. تبقل لي. فاوجد احداث نقطة بيه. يعني عايز احداث النقطة دي. انا بالحاجة مش عارفها اعتبارها سين وصاد. اعتبارها سين وصاد. او سين اتنين وصاد اتنين. تمام يا شباب? سين اتنين وصاد اتنين. طيب نبدأ حال يا مستر بص يا شباب قانون المنتصف اهو ما يتنسيش اول ما تسمع كلمة المنتصف يجد القانون ده اهو القانون ده اللي قدامك ده سين واحد زاد سين اتنين على اتنين صار واحد زاد صار اتنين على ايه على اتنين طيب يا مستر نبدأ نحل انت خلاص عندك عايز نحدس نقطة بعايز نقاط مين? احدาม نكاطة طيب مثي مش عارفة عملها سين اتنين وصار اتنين. طيب يللا نحل قلك مين نقطة المنتصف قال لك الف منتصف مين? دايما لما اقول لك ازا كان كزا منتصف مسلا ازا كان الف منتصف به اعمل قطعة مستقيمة وحط الالف في النص اللي هي الاحداثة بتاعها اتنين وتلاتة وحط البيه ان هو مش عارفها اللي هو عايزها اصلا اعملها سنة اتنين وصال اتنين واجيب سنة بواحد وتلاتة سنة اتنين دي هلك. يلا نحل يا شباب. بيقول لي دي نقطة المنتصف يبقى اتنين وتلاتة. بيساوي. افتح قوس. كله تعوضات مباشرة. كله تعوضات مباشرة. سن واحد زائد سنة اتنين طب هو. سنة واحد سالب واحد زائد سنة اتنين انا معرفاش. على اتنين. وصاد واحد زائد صاد اتنين على اتنين. يعني تلاتة زائد صاد اتنين معرفاش على اتنين. تمام? طيب يا مستر احنا ساني واحد احنا خدنا قبل كده وعارفنا لما يكون عندي زوج مرتب بيساوي زوج مرتب يبقى المسقط الاول بيساوي المسقط الاول ومسقط الساني بيساوي المسقط ايه? المسقط الساند حلو خالص يعني كويس خالص ان انت فاكر المعلومة دي طيب يلا خلاص نشتغل عادي اقسم الصفحة نصين اقسم الصفحة نصين قول يلا معايا اتنين وتلاتة مسقط اول بيساوي المسقط الاول اسف يا شباب يبقى المسقط الاول باتنين بيساوي المسقط الاول سالب واحد زائد سين اتنين على اتنين تمام والمسقط التاني بتلاتة بيساوي المسقط التاني تلاتة زائد صعد اتنين على اتنين تمام حلو خالص يلا اضرب طرفين وفواسطين. طرفين في ايه? فواسطين دي مقامها واحد. اتنين في اتنين باربعة. اضرب واحد في سالب واحد. سالب واحد زائد سين اتنين بيساوي اربعة. نود السالب واحد بعكس الاشارة. يدينا موجة بواحد يبقى سين اتنين بتساوي خمسة. كده من قيمة السين اتنين. يلا عايزين نجيب قيمة الصاد اتنين. يلا شاب طرفين فواسطين. تلاتة دي مقامها واحد. تلاتة في واحد بتلاتة. زائد صاد اتنين في واحد بصعاد اتنين بيساوي تلاتة في اتنين بستة. ودي دي بعكس الاشارة. دي تلاتة موجة بتروح اكس الاشارة سالي. بيبقى صعاد اتنين بيساوي ستة ناقص تلاتة. منها صعاد اتنين بتساوي كم يا شباب? ستة ناقص تلاتة بيساوي تلاتة. يبقى النقطة بتاعت بيها تطلع معك بالزبط. القيمة بتاعتها بتساوي خمسة وتلاتة. يبقى احنا جاتا سين. جاتا سين بيساوي جاتا تلاتين. اذا كان جاتا سين بيساوي جاتا تلاتين جاتا ستين. فاوجد سين حسوسين قيال زاوية حدة ثم اوجد زا سين. اذا مستر. اذا انا سمحت كلمة زاوية حدة تاني. اذا انا سيؤال تاني اسمي. شفته عبي كده فيه في الاختيار. خلاص زاوية حدة يبقى خلاص بين الصفر والتسعين. تمام يا شباب? ثم نبدأ حل. بيقول اللي ازا كان جاتا سين طب يكتب المسألة كده تاني جاتا سين بيساوي جاتا تلاتين جاتا ستين اوجد قيمة سين ايه ده ده سهلة جدا جدا ازاي يعني حلة عالية كان انسى السين خالص الحاجة المالهاش قيمة سيبها حلة عالية يبقى جاتا سين تفضل زي ما هي جاتا تلاتين بنص يا مستر في معنى اتنين ورا بعض ما بهمش زاعد ولا ناقص يبقى خلاص ما نضربين في بعض جاتا ستين بكام جاتا ستين يا مستر برضو بنص تمام يبقى جاتا سين بتساوي رو نص في نص بيساوي روبا طبعا عايز الجاتا سين بالاحسبة بتاعتك هتدوس شفت كوزاين روبا وتطلع عليك القيمة بتاعت الجاتا قيمة الزاوية نفسها قيمة السين اللي هي الزاوية طيب تماما شباب بعد كده بيقول لي اوجد ثم اوجد زا سين عايز زا سين تمام يا شباب احنا جبنا الجاتا يبقى هو عايز الزاوية تمام هو عايز الزاوية دلوقتي هتعمل ايه كل اللي هتعمله هتدوس شفت تان الزاوية بتاعتك الزاوية بتاعتك اللي هي روبا هتديك قيمة الزاوية قيمة مين الزاوية ونخش بعد كده نشوف السؤال اللي ومعنا السؤال التالتي شباب بيقول لي اذا كان المستقيم الذي معادلته الف سين زائد اتنين صاد نقل سبع يوازي المستقيم الذي يطنع زاوية قياسها خمسة واربعين مع الاتجاه موجة بلمحور السينات فاوجد قيمة سين بص يا شباب حطه في دماغ ما لما اسمع كلمة عمودي او يوازي هنا قال لي يوازي احنا اتفعنا في المساء القبلي كده قلنا لما يكون عمودي يعني ميم واحد ضرب ميم اتنين بيساوي سليب واحد طب هنا قال لي يعني معناها ميم واحد ضرب لا اسم ميم واحد ده بيساوي ميم ايه اتنين يوازي بحطه في دماغ ان ميم واحد بيساوي ايه ميم اتنين ميم واحد بيساوي ميم اتنين طيب هعمل ايه قال لي اذا كان المستقيم يزي معادلته كذا يوازي المستقيم الذي يصنع مع الاتجاه الموجة بزاوية قياسها خمسة واربعين اوجد قيمة الف ايه بخلاص هجيب ميم واحد ميم واحد بيساوي ايه اديك معادلة احنا اتفقنا يا شباب في الشرح قبل كده وقلنا لما يديك معادلة وعايز ايه عايز الميلي يبقى سالب معامل سين على معامل صاد. يبقى اقول له ميم واحد. بيساوي. يلا في المعادلة اللي قدامك. سالب معامل سين. معامل سين هنا الف. يبقى سالب الف. على معامل صاد. معامل صاد بكام. يعني اللي قدام الصاد. كلمة معامل يعني اللي قدامه. يعني معامل صاد هنا بكام يا شباب باتنين. يبقى سالب الف على الاتنين. ده ميم واحد. تعال نجيب ميم اتنين. قال لي ميم اتنين بيساوي. ده زاوية مديني زاوية. طب احنا اتفقنا يا شباب لما نجيب الميل لزاوية بنجيبه ازاي? زاه الزاوية. زاه ايه? الزاوية. زاه الزاوية كام? قال لي زاه الزاوية اللي يصنع زاوية قياسها كام? خمسة واربعين. خمسة ايه? واربعين ايه. الزاوية خمسة اربعين كلنا عارفين ان هي بواحد. طيب يا شاب سانية واحدة في معلومة مبسيطة هنبه عليها. يا مستر طب افرق جلي ان هو يصنع زاوية مع الاتجاه السالب. تفرق? ايوة تفرق. لما اقول لك الاتجاه الموجب. خد زاه الزاوية مباشرة. لكن لو قل لك الاتجاه السالب خد زا. دي معلوم على جامل كده. لما اقول لك الاتجاه لو قل لك في المسألة الاتجاه السالب تاخد زا. مية وتمانين ناقص الزاوية اللي هو مدها لك اي ان كانت والزاوية اللي تطلع هي اللي هتجيب قيمتها. تمام يا شباب? لما يقول لك مع الاتجاه مجب خد الظا مباشرة يديك المين لكن لما اقول لك مع الاتجاه السالف خد الظا مية وتمانين نقص الزاوية والزاوية اللي تطلح هيلي تجيب الظا بتاعتها. تمام يا شباب? تمام يا مستر. طيب نحل ازاي هو مش قلي لما يوازي يبقى ميم واحد بيساوي ميم اتنين. اه يا مستر ميم واحد بيساوي ميم اتنين. يعني معناها سالف الف على ال اتنين بيساوي واحد. قلت له ايوة تمام. طبعا يا مستر ممكن نضرب طرفين في وسطين ونجيب قيمة الالف سهلة جدا. حلو خالص. يبقى سالب الاف في واحد بسالب الاف. اتنين في واحد باتنين. طبعا انا عزق قيمة الالف مش السالب الاف. بضرب الطرفين في سالب واحد يبقى الاف بيساوي سالب اتنين. ودي قيمة الالف. طيب عادل حاجة تانية قال لي لا. خلاص نخش على السؤال اللي بعده. نخش على السؤال اللي بعده يا شباب والسؤال اللي بعده بقول ايه? بدون استخدام الا الحاسبة اسبت انه. يا شباب لو ما اسمع كلمة اسبت انه. طرفين اعطيني طرفين وقول لي اسبت انه. بعمل ايه? باخدوا الطرف الايسر لوحدة والطرف الايمن لوحدة. وبجيب قيمت ده وقيمت ده. لو ده قمت وبتساوي قيمة ده. بخلاص انا سبتت وخلصت المسألة بتاعتي. يعني بكل بساطة يا مستر احنا اعطينا بقول لي اسبت انه بدون استخدام الا الحاسبة. اسبت انه زغط اربيه ستين ناقص زغط اربيه خمسة واربعين بيساو اربعة جاء تلاتين. طيب يا مستر احنا مش اتفقنا. هاخد الطرف الايمن لوحده هجيب قمته. والطرف الايسر لوحده هجيب قمته. طيب حالي خالص يلا نشتغل حل العادة فيش اي مشكلة. بص يا مستر هنعمل ايه? هو السؤال بيقول. زا تربيع. انا هاخد الطرف الايمن لوحده. اهو. الطرف الايمن. اللي هو الجزء الايمن اللي قبل يساوي. تمام يا شباب? يبقى هاخد زا تربيع. زا تربيع خمسة واربعين هجيب قيمتهم. هجيب ايه? هجيب قيمتهم. طيب تمام يا مستر. الزا ستين بكم يا شباب? يا مستر الزا ستين بجزر تلاتة. طيب جزر تلاتة تربيع. بص يا شباب اي جزر. مثلا جزر تلاتة تربيع معناها جزر تلاتة في جزر تلاتة. تمام? جزر تلاتة تربيع معناها جزر تلاتة في جزر تلاتة. بص يا شباب اضرب اي جزر في نفسه يديك اللي جوه. اضرب الجزر ريفو تطلع روحه يعني نضرب الجزر في نفسه يديك اللي جوا اللي جوا كام تلاتة? يبقى لما اجيب زوى ستين بيسهوا جزر ثلاثة تربيع يبقى جزر تلاتة في جزر تلاتة بيسوي تلاتة ناقص يلا زوى تربية خمسة واربعين طب مش هجيب التربيع استني بس هاتف القيمة خمسة واربعين الاول. زوى خمسة واربعين بيسوي واحد لسه جايبينها من شوية. طب واحد تربيع يعني واحد في واحد يا مستر. يبقى يديني واحد. يبقى تلاتة ناس واحد بيساوي كام? اتنين. يبقى دي قيمة الطرف مين? ده الطرف. ده الطرف ايه? الايمن. تمام. نخش بعد كده على الطرف الايسر يا مستر. طب تمام? الطرف الايسر بيقول لي. بيقول لي كام? بيقول لي زا تربيع. بيقول لي اربعة جا تلاتين. اربعة ايه? جا تلاتين. الطرف الايسر. الايسر بيساوي. اللي هو كام? اربعة جا تلاتين. اربعة جا تلاتين. تمام? اربعة جا تلاتين. يلا نحل عادة يا شباب. اربعة جا تلاتين يعني معناها اربعة في جا تلاتين بكم? اربعة جا تلاتين طب جا تلاتين بنص يا مستر. يبقى اربعة في نص. نص الاربعة كام يا شباب. واحد قال لي يا مستر مش عارفها نص الاربعة كام. خلاص اضرب. اللي فوق في اللي فوق اللي تحت واللي تحت. اربعة في واحد باربعة. واحد في اتنين باتنين. اربعة الايسر. يبقى هو ده المطلوب هو ده. هو المطلوب ايه? اثباته. هو المطلوب ايه? اثباته. تمام يا شباب? مسألة سهلة جدا. ما فيهش اي مشاكل. قلنا اتفعنا لما قول لطرف ايمن وطرف ايسر. بكل بساطة. خد الايمن لوحده. هتقيمته. خد الايسر لوحده هتقيمته. هتبص في الاخر ان شاء الله. هتلاقي الايمن بيسوي الايسر. واحلى اسهل اسئلة. في الامتحانات بتيجي اسبت ايه? اسبت ايه? اسبت انا لانها سهلة جدا جدا جدة بتأكد للايجابة بتاعته. بتأكد للاجابة بتاعته. كان لي بيقول لك خد الاجابة اهي بس اسبتها. خد الاجابة اهي بس اس Census. انا هجيب الايمان لوحده. الايسر لوحده. هبصAT لهم باذن الله ان دي الايسر بيسوي الايمان وهو المطلوب ايه? اسباته ونخش بعد كده عالسؤل اللي بعض. ومعنا يقول لدي يا شاب بيقول لي. الف به ده المستطيل فيه الف بيه ستة سنتي. الف بيه ستة سنتي. والف جيم عشرة سنتي. تمام حلو خالص. واوجد قياد زاوية الف جيم بيه. اذا مستر عايز قياد زاوية مين. الف جيم بيه. طب مش جيم هي الف ونص يعني هي الزاوية. طب تمام حلو برافو عليه. طب هتاخدوا الزاوية دي ولا الزاوية دي. انه واحدة. مو هتقلن حافظها يا مستر. لما تيجي مثلا ازاي الكلمة اللي هو الزاوية اللي هو عايزها مسلا اللي في النص يبقى هو الزاوية. يعني هنا بيقول لالف جيم بي يعني الجيم هي الزاوية. طب تمام برافو عليك. طب جيم دي ولا جيم دي. طب هما الاتنين. كلها دي جيم. كلها دي ايه? جيم. يبقى هختار ايه? بص يا شباب. امشي في الطريق المدهالك. هو قال لك الف مين? قال لالف جيم بامشي. الف جيم بي. ايه الزاوية اللي اتحصلت ما بين الطريق اللي انت ماشي فيها? اهي. الزاوية دي. يعني معناها عايز دي. معناها عايز دي. تمام يا شباب? يبقى خواص عشان تعرف تحدد انت هتشتغل على ايه بالزبط. طيب. كده هو عايز قياس الزاوية دي. يعني عايز منك الزاوية. طب دي اجيبها اجيبها ازاي? بكل بساطة. انت عايز قياس زاوية جيم. بص يعني. انت الجيم. ايه المتاح قدامك? مقابل? على مين? على واتر. مقابل على واتر عشان ده مسلس قال. المتاح قدامك. فهد قال لي مستر طب انا دايما برتاح. برتاح لما بجيب الضلع التالت من فيسا غورس. قلت له براحتك. هات من فيسا غورس الضلع التالت. واشتغل بالليل انت عايزه. مش عايز تجيب في من فيسا غورس. اشتغل عادي. شوف ايه المتاح قدامك? انا متاح قدام يا مستر مقابل واتر. مقابل للزاوية والواتر. ده المتاح. قلت له خلاص مين هي اللي فيها مقابل واتر? قال لي جا. يبقى اقول له جا جيم بيساوي. المقابل ستة على الواتر عشرة. تمام يا شباب? طيب انا نشتغل واحدة واحدة. طب يا مستر انت ساني غلطت في غلطة غلطة. ايه هي الغلطة? انت كثبت هنا جا جيم يعني معناها الزاوية دي كلها. لا. ارجع صحح. اللي هتصحح هو اللي لك عايز بيساوي اتنين? الف جيم بيه. بقى تقول له جا. الف جيم بيساوي ستة على عشرة. تمام كده يا مستر كده برفع عليك. طيب. الف جيم به بيساوي ستة على عشرة. طب مين? هختصر. جا الف جيم بيساوي. اختصر على الاتنين. يبقى تلاتة على الخمسة. تلاتة على ايه? تلاتة على خمسة. يبقى انا عايز ليلجا بتاعتنا انا عايز الزاوية مستر انا عايز الزاوية بكام? قلت له الزاوية بكام? دوس على الحسبة بتاعتك. ايه اكتبها هنا. هنا جا. يبقى ساين سري اوفر فايف يعني تلاتة على خمسة هتطلع له القيمة بتاعتك اين كانت يبقى الزاوية بتاعتك هي بالشكل دا. دايما لما يكون عندك زاوية مجهونة وعنطيك القيمة بتاعتها هتدو الشفت الزاوية هيديك من القيمة اللي هو مدها لك هتديك الزاوية اللي هو عايزها. شفت جا او جتا. طبعا يا شباب احنا اتفقنا. الجا هي الصين على الحسبة. الجتا هي الكوزين. الزا هيتان. تمام يا شباب? فيش اي مشاكل فيها دي. ده كده خلصنا من اول مطلوب. خلصنا من اول مطلوب. طب يا مستر المطلوب التاني عايز ايه? قال لمساحة سطح المستطيل الف بجيم دار. حلو خلص. كده يا شباب لازم قدامك لازم تجيب من فيسة غرس طول الضلع ده. لازم تجيب من فيسة غرس طول الضلع. ليه? هو بيقول لك هاتلي مساحة سطح المستطيل. طب مساحة المستطيل بتسوي يا شباب. مساحة المستطيل يا مستر. ده اخدينها في الابتداء في سنة تالتة ابتداء بتسوي الطول في العرض. طب تمام حلو خالص. الطول في العرض. طب الطول مود بهلك انا مدين للعرض. طب الطول? الطول ممكن نجيب من فيسة غرس مستر ما هو مسلس قائم? مسلس قائم ممكن نجيب من فيسة غرس طب هجيبوا coordinating فيسة غرس مربع الوطر اللي هو بمية. مجموع مربع الضلعين التانية. هي ساوي ستة وتلاتين زاد مربع الضلعين التانية اللي هو بهجيم تربيع. بهجيم تربيع. طب يلا يا مستر دة احنا عايزين بيهجيم قيمة بيهجيم اللي هو الطول اللي هون بيمسروا الطول. ودي دي بعكس الاشارة. يديك ان الاربعة وستين بتساوي بهجيم تربيع. تمام? يبقى بياخذ الجزر التربيع للطرفين يبقى تمانية بيساوي به جيم. قيمة بهجيم طلعت بكم يا شباب? طلعت بتمانية. طلعت بكم? طلعت بتمانية. بكل بساطة عايد عشان بس كنتش واضحة في الصورة. اهو مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض. تمام يا الشباب مساعة المستطيل بتساءوا الطول في العار، طب انا عندي الطول انا عارفو? لا ما عارفوش بس هادر اجيبوا. هادر اجيبوا مربع 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 ستة و تلاتين. مربع بيهجيم يعني بيهجيم تربية. تمام? ممكن ادي ستة تأتين بعكس الاشارة. تمام وديتها مستر بعكس الاشارة. ادياني مية نقص ستة وتتتين ادينا اربعة وستين. يبقى تربية بساوة اربعة وستين. يبقى بيهجيم باخذ الجزر التربية للطرفين يبقى بيهجيم بساوة تمانية. ثانية يا مستر. ايه في ايه? قال لي طب انت انت ليه خدت البيهجيم بتمانية? ما خدتهش لي مش مفوض الجزر التربية يديك موجب. او سالب تمانية? قول له حاضب رافع عليك. طب في طول بالسالب. ينفع قولك هات له طول بهجيم تقول لي سالب تمانية ولا سالب خمسة? يعني ما فيش خلق اقل من الصفر? لا. يبقى خلاص دايما في الاطوال يا شباب لما اخد طول حاجة ما ينفعش اخدها بالسالب. عشان كده انا استبعدت القيمة السالبة يديني موجب تمانية. يبقى بهجيم طلع بموجب تمانية. يبقى جبت قيمة تمانية. طب تمانية. يبقى مساحة المستطيل بسبب. الطول اللي انا جبته تمانية في العرض. يبقى مساحة المستطيل. مساحة المستاطيل يا شباب اللي هي الطول في العرض. الطول انا جايب وهو يا مستر. جبتوا بتمنى لسه جايب من شوى تمنية. في الارض ان هو كان معايا اصلا من الاول اللي هو ستة. تمانية في ستة بكم يا شباب تمانية في بيساوي تمانية واربعين صمت مربعة. تمانية واربعين صمت مربعة. عشان دي مساحة. تمام يا شباب? بعد كده هنخش الرقم في السؤال الرابع. ونشوف هو عايز ايه? طبعا الرقم في في السؤال الرابع بيقول لي اوجد معادلة المستقيم المار بالنقطة دي واحد واثنين والعمودي على المستقيم ده ايه ده ثانية مستر انا مش فاهم اي حاجة قلت لك افهم السؤال بالروح اوجد معادلة المستقيم المار بالنقطة والعمودي على المستقيم ده ثانية مستر انت قلتلي العمودي يعني ايه قلتلي عمودي قلتلي اول ما تسمع كلمة عمودي او الموازي يبقى تختار لو كان عمودي يبقى ميم واحد ضرب ميم اتنين بيساوي سالب واحد. قلت لك مبرافو عليك. حلو خالص. طيب هو عايز معادلة المستقيم المار بالنقطة دي. وعمود على المستقيم ده. يعني ميل ده. لو ضربته في ميل الاول يدي نسالب واحد. طب انا اجيب ميل ده واشوفه بكام. عشان اعرف اجيب ميل مين? الاول ان انت عشان تكتب معادلة معادلة اي مستقيم بتساوي ميم سين? زائد مين? زائد جيم. تمام. طب انت عندك الميم. لا ما عنديش يا مستر. عندك الجيم. لا ما عندش يا مستر. يبقى المفروض انت يا شاطر بتجيب الميم. قيمة الميم دي. وتجيب قيمة الجيم دي. تمام حلو خالص يا مستر. طب اجيبهم ازاي? قلت لك يا اخو. لسه بقولك اول ما تسمع كلمة العمودي. او الموازي. يبقى لو كان عمودي ميم واحد ضرب ميم اتنين بيساوي سلب واحد. كان يوازي يبقى ميم واحد بيساوي ميم اتنين. طب يلا يا شباب نجيب ميم واحد. طب ميم واحد ما عندش يا مستر. طب ممكن تجيب ميم اتنين? اه. ما هو اعطيني معادلة اعطيني معادلة مستقيم يبقى اجيب منها الميل. طب يا مستر احنا لما يكون عندي معادلة اللي هي مسلا هو اعطيني المعادلة بتاعته بتقول لي سين زائد تلاتة صاد زائد سبعة بيساوي صفر. حلو خالص طيب استفدت ايه? احنا مش قلنا لما يكون عندي معادلة وعايز تجيب الميل يبقى الميم بيساوي سالب معامل سين على معامل صاد. حلو خالص تمام? الميل بيسوي سالب معامل سين على معامل صادر ما جبتش حاجة من عنده ده قانون طيب اهو المعادلة اهم الدهارك يلا هات الميم الميم سالب معامل سين يعني اللي قدام السين خده بالسالب طب قدام السين واحد يبقى بيسوي سالب واحد على معامل صاد بكام يا شباب معامل صاد بتلاتة يا مستر يبقى عندك الميم طلعت بكام بسالب تلاتة طب سانية واحدة يا مستر انت جبت ميلة تاني احنا عايزين ميلة مستقيم العمود اللي احنا عايزين تجيب في المعادلة بتاعها. قلت له خاص معاوض انت جبت ميمة اتنين. اهو. القانون ميدهولك اهو. اهو ميدهولك. ميمة واحد ضرب ميمة اتنين بساو سلب واحد. ميمة واحد انا ما عارفوش عشان عايزة اجيب عشان عاوض ليف معادلة المستقيم الاول. بص يا شباب انا كل همي اجيب معادلة المستقيم الاول. انا بلف والدول عشان اجيب الاول تمام? عشان اجيب الاول ان شاء اجيبه من خلال التاني. طب يلا يا مستر احنا جيبنا ميم واحد ما عرفوش. ضرب ميم اتنين. اللي انا لسه جيبها سالب واحد على تلاتة. ده بيسوي سالب واحد. تمام يا شباب? انا كله عشان اجدر اجيب المعادل لازم اجيب عند الميم والجين. ما اطور كده انا بطور على الميم. طيب. يلا سالب واحد ميم واحد. سالب واحد في تلاتة. سالب واحد على التلاتة. بيسوي سالبها. طرفين في وسطين. يبقى سالب. ميم واحد تضرب في للأول. بعد كده هضرب طرفين في وسطين. يبقى ميمه سالب ميم واحد. على الثلاثة. بيسوي سالب واحد. اضرب طرفين فوسطين. ميم واحد ده يختضي. ان ميم واحد بيسوي سالب واحد. يعني السالبทلاثة. يعني الميم يا مستر طلعت بسالب تلاثة. الميم طلعت بسالب تلاثة. تمام godt? خالص. شايفي الميم neighborhoods اللي فوق دي. المعادلة دي انا ركنها باول مسما كلمة اوجد معادلة? اعمل المعادلة دي وركينها فوق. اعمل معادلة دي وركينها فوق. لما تصل لها. انا جبت اول حاجة جبتها ميم. الميم طلعت بسليب تلاتة. انا اشيل الميم دي يا مستر. اللي فوق دي. واحط مكانها سالب تلاتة. حلو خالص? تمام? شلت الميم. كده مستر قدام حاجتان انا ما جبتهاش. انا ما جبتش الجيم. انا ما جبتش مين الجيم. شايفين النقطة دايما المدهالكم دي? قالك المعادلة المستخدمة المار بالنقطة مين? واحد واتنين. شايف النقطة المدي هلك دي? ايو يا مستر انا شايفها كويس. الواحد والاتنين دول هتعوض فيهم بهم في المعادلة اللي انت ركنها دي فوق. شايف المعادلة اللي انت ركنها? عوض بالواحد والاتنين. طيب يا مستر هعوض وهشوف تطلع ازاي? اهو. انت خلاص جبت المين بسالب تلاتة. اصبحت المعادلة بتاعتك بالشكل ده. صاد. بيسوي سالب تلاتة سين زائد جيم. تمام يا شباب? انت هتعوض بالنقطة كام يا شباب? هنعوض يا بالنقطة واحد واتنين. الواحد واتنين يا شباب. الواحد ما ده تبع السيد. اللي الاتنين تبع السادة. في واحد اقول لي مستر سانيا واحدة. قلت له نعم. قال ل外 انت انت كتب ليه ساد بيسوي مين زائد جيم? ده المعادلة بتقول سين بيسوي مين زائد جيم. مش سادة. قلت له يا حبيب ده هي هي. ده هي الصاد. مش مشكلة. تكتبها ده السين. او تكتبها الصاد ككلها لحالتين ايه? صحيح. انا ايه? هعوض عن السين بواحد وهعوض عن الصاد باتنين. يبقى هشيل الصاد من هنا هحطه مكان اتنين. وهشيل السين من هنا وحطه مكانه ايه? واحد. يبقى سالب تلاتة في واحد. زائد جيم. زائد مين? جيم. يلا. سالب تلاتة في واحد بسالب تلاتة. سالب تلاتة زائد جيم. يبقى اتنين بيسوي سالب تلاتة زائد جيم. طبعا انا عايز قيمة الجيم يا مستر. ودت سالب تلاتها بعكس الاشارة. يبقى خمسة بيساوي جيم. يبقى انا كنت جبت قيمة الجيم بكم? بخمسة. كل اللي هتعمله خراص ما احنا جدنا قيمة الجيم اهو. تطلع فوق. تشيل الجيم دي. وتحط مكانها خمسة. اصبحت معادلة المستقيم يا شاب بالشكل ده صاد. بتساوي سالب تلاتة سين زائد خمسة. هيبقى معادلة المستقيم تلات بسالب تلاتة سين زائد خمسة. وهي المعدلة دي اللي هو عايزها. ونخش بعد كده نشوف السؤال رقم خمسة. معايز مننا ايه? ومع انا يا شراب السؤال اللي خمس بقول ايه? اثبت ان النقاط. الف تلاتة وسالب واحد. يعني مديني الف تلاتة وسالب واحد. طيب. وبيه? اللي به سالب اربعة وستة. ويجيم. اللي جيم بيسوي اتنين وسالب اتنين. حياله خالص. مالها الواقعة في مستوى احداث المتعامل تمر بها دائرة واحدة مركزها ميم. طيب ميم دي بكام? لازم ميم تبقى معايا. سالب واحد واتنين. يعني بكل بساطة يا شباب. انت عندك ايه? عندك دايرة. عندك ايه? دايرة. مركزها مين? مركزها ميم. طيب. في نقطة عندك? نقطة مسلا هنا الف. ونقطة هنا مسلا به. ونقطة هنا جيم. عايز يثبت ان ايه? عايز يثبت ان النقط دي الواقع في المستوى الاحداث المتعامل. المخبوض في احداث المستوى احداث المتعامل. ما لها? تمر بها دائرة واحدة. يعني النقط دي بيمروا بهم دائرة. طب ايه سيعنيت مور بهم دائرة? يعني يا شباب بكل بساطة. البعد بين الميم والنقطة الاولى. يسوي البعد بين الميم والنقطة التانية. بيسوي البعد بين الميم والنقطة التانية. عشان كلهم انصف اختار. يعني دي. قدي دي. قدي دي. طب ايه ده يا مستر سانية واحدة. انت قلت سمحت كلمة كلمة حاجة اسمها البعد. حاجة اسمها ايه? البعد. انت قلت يا مستر كلمة البعد. ايه? معني ايه? استفدت ايه من كلمة البعد? احنا اخدنا في اول درس في الهندسة قانون اسمه البعد. قانون البعد البعد البن النقط. يعني انا اللي عاز عندي نقطة recompense. عاز اجيب البعد ما بينهم بستخدم القانون ده. كويس خالص اي 때문에MS قانون النقط. او يا مستر اكيد فاكره طبعا. طب خلاص من قانون البعد بكل بساطة. ايه هو قانون البعد يا مستر فكرنا بي governance. قانون البعد بيقولك ان البعد من اي نقطين بيساوي الجزر التربيعي الجزر يا شباب الجزر التربيعي لسين اتنين نقصين واحد لكل تربية زات صاد اتنين نقص صاد واحد لكل تربية بس كده ايوة بس كده والله يبقى قانون بقد بقول لي الجزر التربية لسين اتنين نقصين واحد زات صاد اتنين نقص صاد واحد لكل تربية لكل تربية طيب يعني فرق السيناء التربية زات فرق الصادات التربية ايوة طيب سانية مستر معلش ممكن اسأل سؤال ايه هو. قال لي اللي يا مسانا لو انا بدأ المكتب هنا سينة اثنين نقص بصين واحد خليتها سينة واحد نقص سينة اثنين. كده غلط لأ مش غلط. كده هتطلع معك صح. ليه هتطلع صح? عشان التربيعة. عشان التربيعة اشان لو طلعت تقييم السل compassion. كده كده التربيعة هاحاكل السلم. تمام شباب يبقى ممكن ابدل عادي سينة اثنين واحد او سينة واحد نقص سين كده. متفرع عشان هنا تربيعة. لكن لو ما فيش تربيه ما هنفعش ابدي. لو ما فيش تربيه هنفعش ابدي. يبقى بكده هبدأ حل ازاي? بكل بساطة يا شباب هتبدأ حل تجيب البعد بين مين ومين? هتجيب البعد بين الميم الف والميم به والميم مين جيم. البعد بين الميم الف والميم به والميم جيم. هقول له هقول له حاجة ميم الف. دي ساوي. الجزر التربيعي. سينة اتنين. انا هجيب الميم الف. سينة اتنين. اللي هي بكام سينة اتنين سالب واحد. ناقص واحد يعني ناقص تلاتة. اذا يا مستر ساني واحدة بس عشان ما تلخبطش كده. واحدة واحدة. تمام يا شباب احنا زي ما اتفقنا اخواص هنجيب البعد بين ميم الف وميم ب وميم جيم باستخدام قانون مين? قانون البعد. قانون مين البعد. وهتقال لي يا مستر ساني واحدة معلش عشان انا بتلخبط لما هفتاحل. قلت له ولا تتلخبط ولا اي حاجة. شايفي الميم انت هتجيب ميم الف. وهتجيب ميم به. وهتجيب ميم جيم. تمام? طب تمام يعني هي الميم هي اللي هتجيبها مع كل واحدة? ايوة. خلاص سمي الميم دي سين واحد. وجي سين اصاد واحد. تمام? هسمي المسقط الاول المسقط الاول سين واحد وصاد واحد. هنا هسمي براحتي. هسميها هنا مسلا سين اتنين وصاد اتنين. كل واحدة هسميه هنا سين اتنين صاد اتنين. سين اتنين صاد اتنين. تمام يا شباب? سميتهم لكده عشان ما تلخبطش. تمام? براحتك ادعاد. يلا يا مستر نحل اول حاجة هجيب ميم الف ميم الف ميم ميم الف طب يلا يا شباب نبدأ سين واحد نقص سين اتنين ده مستر سين واحد ده انت بيقول سين اتنين لقص سين واحد قلت لك مش هتفرع عشان دفع في يوم تربية سين واحد الى سالب واحد ناقص سين اتنين بتلات انا بجيب ميم الف تربية زائد صاد واحد باتنين نقص صاد اتنين انا بيشغال على الالف صاد اتنين ناقص ناقص واحد يعني زائد واحد ايه ده مستر سين واحد انت قلت ايه زائد واحد دي? الزائجات الزائج. بص يا شباب. لما اقول لك اتنين ناقص ناقص. يعني اتنين ناقص سلب واحد. يعني معها اتنين زائد واحد. تمام? اتنين زائد واحد. ابدأ حلق. اتنين زائد واحد. يلا بقى بيساوي الجزر التربية. سلب واحد وسلب تلاتة. سلب اربعة. تربع بكام? بستاشر زائد. اتنين وواحد تلاتة. تربع بكام? بتسعة. جزر ستاشر زاية التسعة مستر يعني نديني جزر الخمسة وعشرين اللي هو بيسوي خمسة طب ايا مستر انو خاتش لين موجوب transportation يعني ما احنا فيش اطول بالسالب ما فيش اطول بالسالب طيب اللي بعده بيقول لي انا عايز ميم بي عايز ميم بي خلاص انا جبت ميم الف وخلاص طلقة عندب كان بي خمسة يلا انا جب ميم بي. انا الميم هيجيب ميم الف خلصتي ما نعم ميم بي طول ميم بي. البعد التعميم بيسوي الجزر التربيعي. السين واحد سالب واحد. ناقص سين اتنين سالب اربعة. زائد اربعة. ايه مستر زائد ليه? ما خلاص اتفاقنا سالب سالب يدينا موجب. زائد اربعة تربية. زائد. صاد اتنين صاد واحد اتنين. ناقص صاد اتنين صاد اتنين بيكام? بستة بقى ناقص ستة لكل تربيع. بيساوي. تابع ما شباب? كل بساطة. بيساوي. يلا سالب واحد زائد اربعة. يدينا كام? تلاتة تربيع ب liksom? بتسعة يا مستر. تلاتة تربيع بتسعة زائد اتنين نصتة سالب اربعة. اربعة سالب اربعة تربيع بكم? بزلتاشر. تسع زائد ستاشرện للجزر ايه خمسة وعاشين؟ ده بيساوي خمس. الي تانية طلعت بكم يا شباب에 طلعت بخمس? يلا نشوف التالتة. هنشوف مين? التالتة اللي هي مين? ميم ميم جيم. تمام يا شباب? ميم جيم. خب يلا ميم جيم. ميم جيم. طول ميم جيم هطلع كام? هقول له الجزر التربيعي. يلا يا شباب نحل. ميم جيم. اهو ميم جيم. صد سين اتنين ناقص سين واحد او سين واحد ناقص سين اتنين مش هتفرق. يبقى ادينا سين واحد سالب واحد. سين واحد سالب واحد ناقص سين اتنين. ناقص سين اتنين بكام? باتنين. لكل تربيع زاد. صد واحد صد واحد بكام يا شباب صد واحد باتنين ناقص صد اتنين بكام بسالب اتنين ناقص ناقص يعني زائد اتنين تمام يا شباب يبقى يساوي يلا سالب واحد وسالب اتنين سالب تلاتة تربية بكام يا مستر سالب تلاتة تربية بيدينا تسعة زائد اتنين زائد اتنين اربعة اربعة تربية بكم بستاشة يدينا التسعة زائد ستاشر بساوي كام خمسة او عشرين جازل خمسة وعشرين بيساوي خمسة ايه ده مستر. ده كلهم طلعوا زي بعض. التلاتة ابعاد طلعا شبابا. وده كل هو اللي تكلمنا عنه في بداية المسألة وقلنا لو كان ميم الف بيساو ميم به بيساو ميم جيم. بتلات نعطيقة على دائرة واحدة. ونخش بعد كده نشوف اخر سؤال. بس قبل ما اخش على اخر سؤال يا شباب بس لازم في حاجة احنا نسيناها ما اخدناش بنا منها. بقول لي ثم اوجد مساحة الدايرة. ثم اوجد مساحة مين? الدايرة. بص يا شباب بكل بساطة مساحة الدايرة. دائرة بتساوي ايه? باي نق تربية. باي نق ايه? تربية. طب ثانية واحدة يا مستر. اللي باي احنا عارفينها اتنين وعشرين على السبع. في نق تربية. طب نق بكم يا مستر? النق احنا خلاص محنا الدايرة بتاعتنا كانت بالشكل ده. هنا ميم مسلا? هنا كان الف. وهنا كان به. مسلا وكان هنا جيم. طب مش ده نق وده نق وده نق مش كلهم نق يعني طول ده او طول ده او طول ده كلهم قد بعض يعني لك اي واحد فيهم بخمسة يعني معناها خمسة تربية. اخد اي واحد ما هو كلهم بخمسة لكلهم بتسويه. يبقى نق وقيمة طول اي واحد فيهم انهم كلهم خلاص بخمسة يبقى ده نصف القطر اصلا. يبقى يدين اتنين وعشرين على سبعة في خمسة وعشرين وقيمة زي ما تطلع معايا فيش اي مشكلة اعملها بالله حسب. تمام يا شباب? تمام. وده كان حل ايه? بقي السؤال. بعد كده هنخش على اخر سؤال. على اخر سؤال بازن الله. ونشوفه عايز. السؤال الاخير يا شباب بيقول لي اوجد الميل وطول الجزء المقطوع من محور الصادات للمستقيم الذي معدلته اربعة سين زائد خمسة صاد ناقص عشرة بسوي صفر. يعني ربي ده سؤال صعب جدا. بيقول لي اوجد الميل وعايز طول الجزء المقطوع من محور الصادات للمستقيم اللي زي معادلته وكزا. وانا مش مدينه نقط ولا مدينه اي حاجة ولا مديش اي حاجة تانية غير المعادلة دي. احل ازاي? طب سانية يا واحدة بس انت سانية واحدة بيقول لك اوجد ميل وطول الجزء المقطوع من محور الصادات للمستقيم ده. طب سانية واحدة احنا ممكن نكتب صورة المستقيم صورة الخط المستقيم معادلات الخط المستقيم عادي مستر ممكن نكتبها اللي هي صاد بتساوي ميم زائد جيم. طب الميم ده مين? ده الجمل يا مستر. والجيم ده مين? الجيم ده. اللي هو مين? اللي هو الجزء المخطوع. طيب يا مستر ايه داخل المعدلة دي بالمعادلة اللي فوق? سانية واحدة نفهم بس يا مستر عشان السؤال انت بدأت بالصعاب شوية. انت خلاص انت حافظ معادلة الخط المستقيم. تمام? انت حافز معادلة الخط المستقيم ايه يا حافظها. صاد بتساوي ميم زائد جيم هو طالب منك الميل وطالب منك الجزء ميل? المقطوع من محور الصادات. الجزء المقطوع هو الجيم والميل هو الميل اللي هو هنا. طب تمام? طب ايه دخل دي بديه? كل اللي هتعمله انا شايف المعادلة اللي قدامك دي? عايزك تخليها اللي في الصورة دي. عايزك تخليها اللي في الصورة دي. طب في الصورة دي ازاي? يعني معناها تخلي الصاد في طرف وباقي المعادلة في طرف. تخلي الصاد في طرف وباقي المعادلة في طرف. طب حلو خالص يا مستر ده سهلة جدا. طب تمام برافو عليك. يعني فهمت المسألة حل على كده? ايوة فهمت الحل. كل اللي هعمله هسيب الصات في ناحية وهود الكل الناحية التانية. تمام حلو خالص. يبقى اقول خمسة صات بيساوي. وود الاربع سين بعكس الاشيارة يديني سالب اربع سين. تمام. السالب عشرة هتروح بعكس الاشيارة يديني موجب عشرة. خلصت المسألة موجب عشرة. اسف موجب عشرة. تمام يا مستر موجب عشرة. هو ده اللي قلته لنا عملته. طب سؤال تاني. هل الصات لوحديها زي دي? لا يا مستر الصات ده فيها مسكة فيها خمسة. طب هعمل ايه طيب? اتخلص من الخمسة بقسم الطرفي المعادلة على كام? على خمسة. انا كل همي اخلي الصات دي في طرف لوحديها. الصات لوحديها في طرف. طب بقسم الطرفي المعادلة على خمسة. خمسة صات على خمسة بيساوي سالب اربعة سين على الخمسة زائد عشرة على الخمسة. تمام يا شباب في اي مشكلة? هنا عاد كل اللي عملتوا ان انا اسمت ايه? اسمت المعادلة كلها على خمسة الطرفين على خمسة. طيب تمام حلو خاصة. خمسة رعت مع الخمسة اتبقى صات. كده انا وصلت. خليت الصات في طرف زي منت طلبت يا مستر. تمام حلو خالص? سالب اربعة على الخمسة عارف قيمتها? لا. سيبها زي ما هي. سيبها زي ما هي. تمام? سيبها كاسر زي ما هي. سين زائد. عشرة على الخمسة بكم? او عطول مش عارف عشرة على الخمسة باتنين. تمام? حلو خالص. ايه رأيك في الشكل ده? بصي بالشكل الحلو ده. اهو. اعمل هولك التاني بالانم لخطر. شايفي الشكل الجميل ده? مش هو هو الشكل ده. الشكل اللي احنا اللي عملنا فوق. اهو صاد. صاد اهو. ميم. اهو قيمته. ده ميم. طب السين. اهي السين وهي سين. زائد جيم قيمتها بكام? باتنين. يعني ايه الكلام ده مستر? يعني معناها ان الميم. الميم طلعت بسالب اربعة على خمسة. والجيم طلعت باتنين. ايوة. الجيم طلعت باتنين. والميم طلعت بسالب اربعة على خمسة. وده كان حل السؤال بكل بساطة. سانية مستر ما عليش عيني السؤال ده من جديد. عشان السؤال ايه? رخبق معي شوية. هو مدك معادلة خط المستقيم بالشكل ده. قال لك اربعة سين زائد خمسة صاد نقص عشر انا سوي صفر. اوجد الميل والجزء المقطوع. قلت له انا حافظ قانون معادلة الخط المستقيم صاد بيسوم ميم سين. واحد يقول لي صاد واحد يقول لي دلسين. والله يا امم اللي اتنين صح. تمام? بيسوم ميم سين زائد جيم. تمام? حلو خالص. يعني معناها الصاد كلها في طرف. كلها في طرف وباقي المعادلة في طرف. طب انت المعادلة اللي قدامك ده حاول تخليها الصاد في طرف وباقي المعادلة في طرف. قلت له خلاص. خمسة صاد خليتها مكان هو اديت الباقي الناحية التانية. اهو. الخمسة صاد زي ما هي قعدة. السلب اربعة رحت بعكس الاشيارة الاربعة رحت بعكسك الاشيارة سلب اربعة سين. والعشرة موسلب عشرة راح بموجة بعشرة عكس الاشيارة. تمام? عاز اخلاص من الخمسة اللي مسكقى في الصاد عشان اخليها صاد لوحدية. في قسمة الطرفين على خمسة. اسمت على خمسة الثاني صاد. بتسوي. سالب أربعة على الخمسة سين زائد عشرة على الخمسة بيساوي اتنين. طب الصات اهيه. شبه الصات. والسين اهيه. والميم اهيه. والجيم اهيه. يبقى الميم اللي هو مسك في السين. يبقى الميم طلب السلبي خان رباه على الخمسة. طب والجيم هو الجزء المخطوع اللي هو الوحده. وده كان حل امتحان الهندسة وحساب المسلسات للصف السالس الاعدادي محافظة سوهاج. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. وان انا قدرت اشرح بطريقة سهلة. اتمنى ذلك. ولو عقبك الفيديو ان شاء الله ما تنساش تترك في القناة. واتفعل زر القراص. كان معكم وليديو استرامين من قناة رياضيات واللاين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.